نهاية شهر تشرين الأول الجاري مدينة اسطنبول على استعداد لقمة الرباعية مدارها الملف السوري وأطرافها تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا الوضع الميداني في سوريا واتفاق إدلب هذا ما ستبحثه القمة على الصعيد العسكري أما إنسانيا فإعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين ضمن أولويات القمة ولعله لا خلاف بين هذه الدول في إعطاء الأولوية لجانب الإعمار وإعادة اللاجئين وخصوصا من الجانب الروسي الذي نجح بحسب مراقبين في التسويق لهذين البندين في ميدان المفاوضات الدولية الرئاسة التركية تعطي نظرة تفاؤلية لهذه القمة حيث رجحت أن تلعب دورا مهما في مواءمة الجهود الدولية في دفع عجلة الحل السوري إلى الأمام ووصول الأطراف اللاعبة إلى نقاط توائم بين البنود التي ستبحثها القمة وما يجري في مسارات أخرى من مباحثات حول وضع دستور جديد للبلاد بدأ من أجله تشكيل لجان من المعارضة وممثلين عن نظام الأسد والمجتمع المدني قمة اسطنبول المرتقبة رباعية بخلاف الثلاثيات السابقة وذلك بدخول فرنسا وألمانيا على خط المباحثات وسقوط لم يكن سهوا لإيران عن هذا المسار والاستبعاد إيران إرهاصات سابقة كشفت عنها قمة سوتي بشأن إدلب بين أردوغان وبوتين بدون حضور روحاني الذي كان يوما ما جزءا أساسيا من مباحثات أستانا وسوتي إقصاء إيران عن طاولة المباحثات راجع إلى مخرجات الاجتماع السداسي الذي ضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا والسعودية والأردن وتتضمن هذه المخرجات بحسب وسائل إعلام روسية وثيقة سلمتها الدول الست للأمم المتحدة وكان من بنودها الرئيسة إبعاد إيران ووكلائها العسكريين من سوريا يضاف إلى ذلك العزلة الدولية التي بدأت تضيق على طهران نتيجة عقوبات واشنطن التي وإن كانت غائبة عن قمة اسطنبول المرتقبة إلا أنها ستكون ممثلة من قبل ألمانيا وفرنسا التي تعتبران صلة الوصل بين اجتماع الدول الست وثنائي تركيا وروسيا أدق ما يمكن القول فيه عن قمة اسطنبول أنها نقطة يلتقي فيها مسار جينيف وأستانا